حقق إنجازا تاريخيا لم يحقق منذ 122 عاما بفوزه على تشيلسي فيلس سامفورد بريج انتصارات على كبار أندية البريمير لي أعجب بطريقة لعبه باب كورديولا وقال عنه لا يوجد فريق في العالم أفضل من برايتون ديزيربي في عملية البناء من الخلف رافقنا في هذا الفيديو لنسرد لك أسلوب ديزيربي مع برايتون كان التحدي الأصعب لنادي برايتون هو إيجاد خليفة لبوتر بعد رحيله إلى تشيلسي حيث وضع برايتون مواصفات جديدة لمدربه تشبه إلى حد كبير مدربه السابق بوتر يساعد في تطوير لعبين تيكتيكيا مع تحقيق أرقام وإحصائيات وبيانات قوية أحرز برايتون 39 هدفا خلال 17 مباراة بمعدل 2.2 من الأهداف في المباراة الواحدة ويعتبر هذا معدلا ممتازا خاصة أن برايتون سجل مرتين في شباك أرسنال وليفربول ومرة واحدة في شباك تشيلسي كان معدل استحواذ برايتون للكرة مع جراهام بوتر وصل إلى 50% خلال الموسم الحالي في 7 مباريات بينما وصل معدل استحواذ برايتون للكرة مع ديزيربي إلى 60% و150 تمريرة في المباراة الواحدة ما يفعله ديزيربي في برايتون قد لا يكون ثوريا أو جديدا تماما لأنه لا يوجد شيء جديد في كرة القادم على الإطلاق لكن في الدوري الإنجليزي الممتاز على الأقل لم يتم القيام بذلك بشكل جريء مثل معظم الفرق القبرى يلعب برايتون خارجا من حارسهم روبرت سانشيز لكن برايتون في كثير من الأحيان يلعب بإعادة تدوير الكرة بصبر في منطقة الخطر الخاصة بهم وغالبا ما يصل إلى 10 أو 15 تمريرة لهذا السبب تتمتع فرق ديزيربي في كثير من الأحيان بحيازة تصوي لأكثر من 70% يؤمن ديزيربي بأن مدافع الوسط يجب أن يسعد بحمل الكرة وبناء اللعبة مع العلم أن كل شيء يبدأ منهم فكرة الاستحواذ على الحبل المشدود هي استفزاز الخصوم إلى الإفراط في التمدد وإلزم واحد منهم كثيرا بالضغط وعند هذه النقطة يلعب برايتون طريقتهم بدقة وإحداث الفوضى في المساحات المفتوحة إنه تكتيك يقلب عقيدة الضغط العالي وهي الفكرة المهيمنة على قرة قدم النخبة في السنوات العشر الماضية لم يكن هذا أكثر وضوحا مما كان عليه في الانتصارين على ليفربول لقيادة يورجين كلوب هذا العام وهنا يظهر تأثير ماضي ديزيربي في صناعة اللعب عندما يلعب فريقه لا يعتمدون إرسال قرات طويلة بل يبدأون بناء الهجمة من الأسفل إلى الأعلى يبدأ ديزيربي بالاعتماد على ثلاثة لاعبين في الخلف خلال أول خمس مباراة مع برايتون في البريمير ليك لكنه قام بتغيير الرسم الخططي إلى أربع اثنين ثلاثة واحد بعد ذلك يلعب اثنتين عشرة مباراة بهذا الرسم الخططي محققا الفوز في ثمان مباراة والتعادل في مبارتين والهزيمة في مبارتين غالبا ما لعب فريق شختار دونستيك الذي أداره ديزيربي حتى الصيف الماضي برقمين أو ثلاثة لاعبين تقنيين الرقم عشرة بالنسبة لبرايتون يمكن أداء الدور من خلال فريق عمل متناوب لا يقل عن ستة أشخاص مثل الكسيس ماكليستر سولي مارش وكاورو ميتوما آدم للانا فكوندو بونانوت وجيرمي سارمينتو بغض النظر عن موقعهم في البداية يكونون أكثر راحة مع الكرة في الأقدام في المساحات الأمامية من المؤكد أنه من السابق لأوانه دق ناقوس الخطر من برايتون بسبب ضغط النخبة على كرة القدم أو الإشادة بانتقام التيكي تاكا ولكن مع فريق متواضع وقليل من الوقت ولمسة فنية أخذ ديزيربي أحد الأندية منخفضة الدخل في الدوري الإنجليزي الممتاز على مسافة قريبة من كرة القدم في دوري أبطال أوروبا وأنت عزيزي متابع ستيب سبورت برأيك هل تعرف مدربا آخر في العقد الأخير مثل ديزيربي؟ أخبرنا ذلك بالتعليقات